مشاهدينا متابعة تلفزيون يوم السابع في كل مكان أهلا بحضراتكم بالرغم من أن كل الدراسات العلمية والمسميات من قديم الأزل بتشير إلى أن كوكب الأرض هو كوكب الوحيد اللي بيصلح للحياة إلى أن العلماء من سنين لم يتوقفوا عن البحث عن مظاهر الحياة على الكواكب الأخرى بالفعل اكتشف فريق دولي من العلماء واحدة من اللبنات الأساسية للحمد النووي الخاص بالمكونات الأساسية للحياة على كوكب في الفضاء اسمه ريوجو ويشير الاكتشاف إلى أن الخمد النووي ده تم إخضاره من الأرض أو أن أشكال الحياة البدائية يمكن أن توجد في أماكن أخرى من النظام الشمسي نشر فريق العلماء النتائج اللي توصلوا ليها وأشاروا إلى أن عينات كوكب ريوجو أظهرت مركبات عضوية نيتروجينية بتشكل جزء من الحمد النووي الأساسي في أداء وظائف بيولوجية متلوعة أجرى العلماء بقيادة فريق من جماعة هوكايدو في اليابان تحليل جديد للعينة المأخوذة من الكواكب بالشكل الماسي ريوجو وجد العلماء في عينات هذا الكواكب أحد القواعد النووية الخمسة اللي بتشكل إشافرة جينية للبشر وجدوا كمان فيتامين بي 3 وعدد من الجزئيات العضوية الأخرى على سطح هذه الصخرة القادمة من الفضاء توصلت التحليلات السابقة للنيازك الموجودة على الأرض أن الصخور الفضائية المتساقطة احتوت على القواعد النووية الخمسة الأساسية لبناء الحياة لكن العلماء لم يكونوا متأكدين مما إذا كانت هناك قبل أن تهبت إلى الأرض أم أنها تلتصق بالنيازك من خلال الاستضامة بغلاف نرجو لكن تحليل محتويات ريوجو التي تم كشطها عن سطح الكوايكب قبل جلبها إلى الأرض قدم الدليل هام على أن الكون قد يكون مليء بجزئيات بناء الحياة لإجراء هذا الاكتشاف الأول من نوعه أرسلت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية المركبة الفضائية هايابوزا 2 في رحلة طلها 200 مليون ميل 322 مليون كيلو متر إلى ريوجو الكوايكب الكربوني المكون من مواد عضوية غنية بالكربون وبعد ملامسة الكوايكب عام 2018 كشطت مهمة هايابوزا 2 جزء من سطح كوايكب ريوجو قبل تخزين المادة في حاوية محكمة الإغلاق وإرسالها إلى الأرض تم اكتشاف الحمض النووي للحياة بالإضافة إلى 15 نوع من الأحماض الأمينية المختلفة داخل العينة المسترد لكن لا تزال المكونات الأساسية للحياة اللي تم اكتشافها لأول مرة على ريوجو غير مفهومة جيدة يعتقد العلماء أن الأحماض الأمينية والنيوكليوتي دات يمكن أن تكون نشأت نتيجة بعض العمليات الكيميائية لا تزال البخوص مستمرة للتوصل إلى تفسيرات أدقة تهتغطيطنا عند كوايكب ريوجو المحتمل أن يكون قابل للحياة كما يقول العلماء نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة ونبدرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء